غضب عارم، مصحوب بتساؤلات هذا هو حال المسؤولين في جيش الاحتلال بعد القرار الأمريكي بفرض عقوبات ضد وحدة عسكرية إسرائيلية تسمى نتسح يهودا بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ما ينذر بتصاعد الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشكل غير مسبوق العقوبات الأمريكية المرتقبة ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية في أول رد فعل على العقوبات الأمريكية المرتقبة قال رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إنه يجب عدم فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي وأن حكومته ستعارض مثل هذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة لها ما انتحدث الإعلام الأمريكي حتى اشتعلت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية غاضبة إذ اعتبر بني جانس الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة فيما اعتبر وزير الأمن القومي إتمار بن كفير قرار واشنطن خطيراً ويتجاوز الخطوط الحمراء أما وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش فاعتبره جنوناً مطلقاً ومحاولة لفرض دولة فلسطينية الغضب الأمريكي من نتسح يهودا جاء عقب طلب واشنطن عدة مرات من الحكومة الإسرائيلية معلومات عن التحقيق في هجمات الكتيبة على الفلسطينيين في الضفة إلا أن هذه النتائج دوماً كانت غير مرضية بالنسبة لواشنطن القرار الأمريكي الخاص بالكتيبة الإسرائيلية يأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيانين هما لاهافا وشباب التلال بسبب أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية اشتركوا في القناة